من الصعب تصور أن هذه الأطلال كانت قبل أسابيع فقط تتألق باعتبارها مقر تلفزيون العاصمة الخاص في ترابلس هجم مبنى المقر مرتين في غدون أسبوع من قبل مجهولين مسلحين بالار بي جي كما تظهر هذه المشاهد التي التقطتها كاميرا مراقبة للهجوم الأول وبعد حصار المبنى بأسلحة ثقيلة أدرم فيه المهاجمون النار رجب بن غزي واحد من أكثر مقدم برامج قناة العاصمة شعبية واستفزازا هناك أسلوبان للديمقراطية واحد تعرفونه في بريطانيا حيث يمكن أن ينتقد شخص ما لا يعجبه أما هنا في ليبيا فأنت حين لا يعجبك شيء تقوم بتفجيره هذا ما يحدث هنا للمرة الأولى في حياة أشعر بأن كل يوم هو آخر أيام في ليبيا يعبر الليبيون عن أنفسهم بطرق متعددة هذه الأيام سواء من خلال الإعلام التقليدي أو في الشوارع والهواء الطلق لكنها أيام اختبار وتجريب للهريات الجديدة والخطر اليوم لا يأتي من جهة واحدة ترسم جميع الحدود بل الأغلب الآن أن الخطر يأتي عبر شبكة معقدة من الجماعات المسلحة ذات تحالفات سياسية واجتماعية وأيدولوجية متصارعة الصحفي يونس علي يونس اختطفه مسلحون من وسط العاصمة ترابلس حكى لي كيف عصبوا عينيه وأخفوه في منزل ريفي على بعد ساعة من ترابلس هناك جرى استجوابه بخصوص عمله ويعتقد هو أن نجاته كانت بسبب أن العالم وخصوصاً ليبيا صغير كان فيه أحد الأشخاص الموجود معهم أنا كنت رياضي بالسابق كنت بدربه فهو عرفني هذه الحاجة الوحيدة اللي حسيت أني نيه هم قال لي أستاذ جوليس أنت كنت بتدربنا وانت مدرب ناجح وكنت نيه أنت تدرب فيها قبل عشر سنين ممكن كيه صوت الليبيون مؤخراً لاختيار من سيكتبون دستورهم الجديد ومن بين المنتظر في الدستور مواد تحمي حرية التعبير أما بالنسبة لصحفيين هنا فإن الأخطار تتزايد يوماً بعد يوم